ماذا عن زيزو؟ زيزو مع كل اختراف فترة انتقالات بيبقى في حديث هيمشي هيقعد هيجدد أكتر أو هيمد عقده ولا خلاص كده هتنتهي أو هينتهي مشواره مع نادي الزماكن الموقف بالنسبة لزيزو طيب خلينا أحكي لك الحكام الأولها كريم البداية جت من جلسة عقدها الأستاذ ممدوحة باس مع زيزو في بداية الشهر الجاري ويمكن الجلسة كانت معلنة لأن أستاذ ممدوحة باس أعلن بحسابه الرسمي على إكس أنه بشر جماهير الزمالك أن زيزو مرحب بالتجديد ومستمر مع الزمالك وفعلا زيزو في الجلسة دي الجلسة كانت ودية رحب بالتجديد في جلسة تانية كانت سرية بعد مباراة الأهل يا كريم في الدوري اتفقوا فيها على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد لزيزو وده اللي خلينا أقولك أن زيزو مكمل في الزمالك طب تفاصيل العقد إيه زيزو مكمل موسمين في الزمالك أو هيجدد موسمين المبلغ المالي اللي هيتقضى إيه ما يقرب من 40 مليون جنيه سنويا 40 مليون جنيه سنويا دي عبارة عن 10 مليون امتيازات خاصة بنود إعلانات وبنود خاصة بالتسجيل والصناع والبطولات طبعا 30 مليون جنيه راتب سنوي طب هل إدارة الزمالك هتتحمل وحدها المبلغ ده أو الراتب السنوي لزيزو؟ لا إدارة الزمالك معاها مجموعة من رجال الأعمال طبعا من بينهم أستاذ ممدوح حباس هيتحمله راتب زيزو اللي كان استثنائي الحقيقة مش هيحصل تاني في غرفة ملابس الزمالك يعني مفيش لاعب يا كريم هيوصل للرقم اللي هيحصل عليه زيزو مع العادة الجديدة طيب خلينا أقول لك موعد الإعلان عن تجديد عادة زيزو إمتى فور حل أزمة القيد بشكل نهائي اللي هم بيسعوا دلوقتي أن هم يحلوها من خلال مفاوضات مع أبو طيب وطبعا تزديد مستحقات روي أجواش ففور حل أزمة القيد بعدها بشهر تقريبا هتلاقي تجديد عادة زيزو رسميا في الزمالك لمدة موسمين عظيم جدا طيب